السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم عزيزي الكرام وعزيزي الكريمات فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري وهذا الفيديو كي خص امتحان لموحد المحلين لا يشاهدت دروس الابتدائية بنسبة لمادة اللغة العربية المستوى السادس ابتدائي إذن كنتم أنكم تزيدوا الدعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالشارك والضغط على زيادة جرس بشي بقوصلكم جميع الفيديوهات قد يبدو على بركة الله هذا الامتحان وقد يبدو بطبيعة الحال بقراءة نص الانطلاق إذن النص هو هذا كي يتحقق السلام أصبح العالم اليوم كقرية صغيرة تستحم بأنواع البشر الذين يختلفون في الأفكار واللغات والديانات وطريقة الحياة كل منا يجب أن يضع في دهنه أنه واحد من أهلها فكما يريد أن يعيش حرا ولا يقبل بتدخل أحد في أفكاره ودينه وطريقة حياته التي ورثها عن ثقافة أجداده فإن الآخرين الذين يختلفون عنه يريدون الشيء نفسه وكي يعيش الجميع بسلام فهم محتاجون إلى التفاهم وعدم التدخل في حياة بعضهم وليس إلى العداء والصراعات إن احترام الآخرين يعد أساسا للتعايش والتساكل وهو لا يحتاج إلى شعارات تردد في كلمات وإنما لأسلوب في الحياة يقوم على الرضا وقبول الاختلاف عندما يقتنع كل فرد من بهذه الحقيقة يمكن أن يتحقق السلام في هذا العالم إذن هذا هو النص سنحاول نجاوبه على الأسئلة المقترحة هنا سؤال الأول ضع عنوانا مناسبا للنص إذن سنحاول أن نضع عنوان مناسب أو عنوان آخر لأن وعدنا عنوان كي يتحقق السلام سنقترح عنوان آخر مثلا الاختلاف الاختلاف مثلا عنوان قبول الآخر قبول الآخر مثلا ندروا التفاهم مثلا التعايش إذن كلها أجوبة صحيحة سؤال الثاني حدد نوعية النص إذن النص وش هو عبارة عن رسالة ولا حوار ولمقالة النص عبارة عن مقالة لأن النص يتكون من مكونات المقالة عندنا عنوان عندنا مقدمة عرض وخاتمة إذن ما هو لا رسالة ولا حوار الحوار عنده مميزات والرسالة كذلك عندها مميزاتها إذن هنا النص عبارة عن مقالة الآن دنزوا السؤال الثالث أكمل عائلة كلمة تزدحم إذاً سنحكم له عائلة كلمة تزدحم إذاً هنا عدنا اسم الفاعل اسم المفعول المصدر والماضي بالنسبة للمصدر عدنا ازدحام نعم بالنسبة للماضي ازدحم هو فعل خماسي إذا كان فعل خماسي فإن اسم الفاعل يكون على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وكسر ما قبل آخره في الفاعل اسم الفاعل ميماً مضمومة وفتح ما قبل آخره في اسم المفعول إذاً اسم الفاعل مو مز دا حي من مز دا حي من مو ز دا حي من إذاً بإبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وكسر ما قبل آخره نسبة للمصدر اسم المفعول مو مز دا حي من مز دا حي من فتح ما قبل آخره سؤال الرابع الآن أتمم شبكة المفردات إذن هناك نتكلم على شبكة المفردات لا تتكلمش على عائلة الكلمات إذن شبكة المفردات يعني كل كلمة لها صلة بهذه الكلمات ديال الحياة يعني تندرجو ضمن الحقوق الدلالية ديال كلمات الحياة الإنسان مثلا كذلك السلام كذلك الاختلاف كذلك التفاهم هذه مفردات أو شبكة المفردات الخاصة بكلمة الحياة ديال السؤال الخامس على ماذا يقوم السلام في العالم ديال هذا سؤال جوابه من النص على ماذا يقوم السلام في العالم ديال لاحظوا وكي يعيش الجميع بسلام فهم يحتاجون للتفاهم وعدم التدخل في حياة بعضهم وليس إلى العداء والصراعات إن احترام الآخرين يعد أساس للتعايش والتساكن وهو لا يحتاج إلى شعارات تردد في كلمات وإنما لأسلوب في الحياة يقوم على الرضا وقبول الاختلاف إذن هذا هو الجواب إذن يقوم السلام في العالم على الرضا وقبول الاختلاف الرضا وقبول الاختلاف وكذلك التفاهم تفاهم وعدم التدخل في حياتي بعضنا بعضنا البعض إذن هذا هو الجواب السؤال السادس يستخرج من النص كلمة نطلقها على العبارات التالية الحرية الإخاء المساواة والعدل إذن هنا أنت سارو سارو إذن نعم التعايش نعم هنا التساكن كذلك وعدنا كذلك التفاهم إذن نكتب كلمة واحدة هي مثلا التعايش التعايش والتساكن التساكن نعم السؤال السابع لخص الفقرة الأخيرة من النص الفقرة الأخيرة هي هذه اللي فيها سطر واحد نعم إذن عندما يقتنع كل فرد منا بهذه الحقيقة يعني حقيقة ماذا؟ حقيقة الاختلاف يمكن أن يتحقق السلام في هذا العالم لتحقيق لتحقيق السلام علينا مثلا الاقتناء علينا الاقتناء بحقيقة بحقيقة الاختلاف بحقيقة الاختلاف إذن هذه أولا التلخيص دي الفقرة مع هذا التلخيص الأول ممكن ندروا تلخيص ثاني مثلا العيش بسلام في العالم أو للعيش للعيش بسلام في العالم يجب قبول الاختلاف لن ضروري قبول الاختلاف سؤال الثامن حدد القيمة التي يروجها النص إذن ما هي القيمة؟ طبعا الحال القيم أدنا بالزرد للقيم منها التفاهم والتعايش قبول الاختلاف التساكن مثلا قبول الاختلاف قبول الاختلاف مثلا التفاهم مثلا التعايش إذن أي قيمة من هذه القيم تعتبر جوابا صحيحا دزل الآن إلى المجال الرئيسي الثاني اللي فيه ضواهر لغوي ينتبهوا معي مجال الفرعي الأول عندنا الصرف والتحويل بعدا دزل التركيب والإملاء الآن سؤال أول استخرجي من النص فعليني أول مثال والثاني أجوف إذن أخذين الشيء للنص صبح العالم اليوم كقرية صغيرة ستزحموا بأنواع البشر الذين يختلفون في الأفكار واللغات والديانات وطريقة الحياة كل مننا يجب أن يضع أن يضع يضع وفعل مضارع لفعل وضع إذن وضع وفعل مثال إذن وضع وضع فعل مثال لأن أول أحرفه هو الوا هو حرف عل إذن الفعل يضع إذن يضع الفعل الأجوف الآن ستسرع إلى فعل أجوف فعل الأجوف يعني في الوسط لديانوغ سنلقى حرف عل هنا آه إذن أرجعنا هنا لقوا عاشة يريد أن يعيش حرا يعني يعيش يعيش لاحظ إذن يعيش يعني فعل يعني فعل عاشة فعل عاشة للأصل اللي هنا عندنا فعل مضارع يعيش يعيش لأن يعيش الأصل هو عاشة عندنا حرف العلة في الوسط وبالتالي الأجوف نعم سؤال الموالي زن الكلمات التالية وبين أصلها وحروف الزيادة حسب الجدول إذن عندي الكلمات هنا وزنها ميزان الصرفي هنا الأصل هنا حروف الزيادة إنقلب إنفعل أصلها قلب حروف الزيادة ألف ونون هنا توقف هنا عندي الشدة هنا تضعيف توقف بذن تفعل أصلها وقف وقف نعم وقف وقف أفوا وقف حروف الزيادة تا كذلك التضعيف استمر استمر هي استفعل استفعل أصلها مرة حروف الزيادة عندنا الآلف والسين والتا است دحراجة فعل لا أصلها دحراجة دحر دحراجة هنا ما عندناش حروف الزيادة ما عندناش حروف الزيادة إذن الأصل دياله ودح حراجة ما عندناش حروف زي دالي نعم دوزوك السؤال الموالي تابهوا معي السؤال الثالث حول كل فعل في الجمل التالية حسب المطلوب إذن رعى الأغنام طول النهار هنا سوف نحاول الفعل في الماضي إذن هنا ماذا رعون حرف علا سوف تحدث رعون رعون ماذا الأغنام الأغنام طول النهار ولجت المرأة كل الميادين العلمية أنت أنت سوف نقول ماذا هنا كذلك حرف العلا سوف يمشي الواو سوف يمشي إذن هنا سوف نقول ليجي أنتي ليجي لأنه هنا عندي ضمير أنتي أنتي ليجي عديد المرأة سوف تحدث لأنها تبدلت بالضمير أنتي كل الميادي العلمية صفح السؤال الرابع الآن ضع صحيح أو خطأ أمام العبارات التالية قضاء فعل سالم وش صحيح لا خطأ عبارة خاطئ خطأ قضاء مشي فعل سالم هو فعل ناقص نعم لماذا؟ لأن حرفه الأخير هو حرف عل قام فعل أجوف صحيح لماذا؟ لأن في وسط ديالو عدنا حرف عل قام وعد فعل ناقص خطأ خطأ لأنه فعل مثال هذا مشي فعل ناقص هو فعل مثال لأن الأول حرفه حرف عل سائمة فعل مهموس صحيح فيه حمزة كذلك دوسوا السؤال بأ أو لا المجال الفرعي الثاني التراكي سؤال أول استخرجي أو استخرج من النص فعلين من الأفعال الخمسة إذا لمشينا نتراه في النص على الأفعال الخمسة قد نلقوا فعلين يختلفون يختلفون مكررة جديا المرات وعدنا يريدون إذن هذو فعلين من الأفعال الخمسة لأنهما اتصل بهما والجماعة فهي اتصل بهما والجماعة السؤال الثاني املأ الفراغ بأداة جزم أو نصب مناسبة استطاعت المرأة هذن نشوف الفعل من طبيعة الحل سنشوف الفعل إذن تلعبوا مثل الفعل كيف يبن النصب هنا عدنا ناية إذن فعل مضارع منصوب وبالتالي ما سنقوم سنقوم أداة نصب استطاعت المرأة أن أن تلعب دورا مهما في الحضارة الكونية تقربوا من النار تشعروا بحرارتها إذن هنا لاحظوا عدنا جوج الأفعال تقربوا وتشعروا وجوج بهم مجزوم إذن أفعال مجزومة ولاش مجزومة بحد في النون نعم لأنه من الأفعال الخمسة بش بهم من الأفعال الخمسة إذن هنا واش كتحتاج أداة جزم أو نصب إذن هنا كتحتاج أداة شرط إن صغير إذن هنا تحتاج أداة شرط لأنه أداة شرط تجزم فعلين مضارعين فعل أول كيكون هو فعل الشرط والفعل الثاني كيكون هو جواب الشرط إذن هنا عمرنا بايش بأداة شرط المعلم يتأخر أبدا عن وعيد درسه إذن يتأخر ما له هو مجزوم إذن يتأخر ره مجزوم وبالتالي غدين ديروا أداة جزم إذن المعلم لم لم يتأخر كن خلوقا تكون محبوبا من طرف زملائك لاحظ هنا فعل مضارع منصوب وبالتالي أداة نص إذن كن خلوقا كي إذن كن خلوقا كي تكون محبوبا من طرف زملائك سؤال الثالث الآن ضع سطرا تحت الأسماء الخمسة في الجمل التالي إذن وضعوا سطر سمعت من فيه كلاما طيبا إذن اسم من الأسماء الخمسة هو فيه لأنه هنا جاء مجرور اسم مجرور بليا لأنه من الأسماء الخمسة أخوك رجل فاضل أخوك هو اسم الأسماء الخمسة لأنه جاء مبتدأ نعم مبتدأ مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة فم الخير أنجى من فم السوء إذن هنا ما عندناش اسم الأسماء الخمسة فأنا نشرح لك لأنه هنا لا يوجد فيه اسم الأسماء الخمسة لأنه اتصل بفو الميم هنا الفو اتصل بها ماذا تصل بها الميم والشروط دي الأسماء الخمسة أنه لا يتصل بها يعني لا تتصل بفو الميم يعني ما يمكناش نلقوا فم ونقول اسم الأسماء الخمسة تكون في صيغة المفرد وليس في المثنى والجمع دائما نلقواها في المفرد كذلك لا تتصل بها يا المتكلم بحل أبي وآخي إذن هذا هو ما الشروط دي الأسماء الخمسة وبالتالي هنا ما أريد أن نستطيع حاجة في هذه الجملة هذا ما أريد أن نستطيع الأول كان أبو بكر الصديقي أول الخلفاء الراشدين إذن هنا اسم الأسماء الخمسة عدنا أبو لأنه اسم كان مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة السؤال الرابع عندي صنف الأدوات التالية حسب الجدول عندي هنا كي لم لن لما ولام الأمر أدوات نصب وأدوات جزم إذن أدوات النصب عندي كي وعندي لن نعم كي ولن ثم هنا عندي لم ولما وعندي لام الأمر كلها أدوات الجزم لام الأمر نعم ندوز الآن المجال الفرعي الثالث وهو مجال الإملاء سؤال الأول أرسم الهمزة المناسبة لكل كلمة من الكلمات التالية اشترك أقبل استقامة اقرأ إذن هنا اشترك اشترك همزة وصل لأنه خماسي أقبل همزة قطع لأنه رباعي استقامة همزة وصل لأنه مصدر فعل سداسي اقرأ لأنه أمر فعل قرأ أمر فعل تولاتي يعني همزة وصل سؤال الثالث إذن هنا نغسيك النور من السؤال الثاني وهنا الثالث إذن اكتب ابن أو ابن في الفراغ المناسب لقب خالد ابن الوليدي إذن هنا إذن هنا ما نقول ابنه بالهمزة أو لا بالهمزة إذن بدون همزة لماذا؟ لأنه جاءت هنا ما بين اسمين علام علي ابن التاجر مصطفى لاحظ هنا ما جاءش علي ابن المصطفى لا جاء علي ابن التاجر يعني جاء واحد الفاصل بينهم وبالتالي ستكتب أليف ابنه ستكتب جاء فاصل بين عالمين ستكتب سعيد ابن عائشة مشاغب لاحظ بين اسمين علام ولكن جاء هنا عائشة بعد أم تثبت همزة عمزة ابن هنا ابن تاشفين هو مؤسس مدينة مراقل كذلك ندر الهمزة دي الابن لماذا لأنه جاءت في اللوة لأنه ابن تجي في الأول دي الجملة دائما ما نكتب الهمزة سؤال الثالث ضع صحيح أو خطأ أمام العبارات التالية تكتب همزة الوصل في أمر الفعل الثلاثي وش صحيح أو لا نعم صحيح هنا اقرأ وامر ثلاثي امر فعل ثلاثي قرأ إذن هنا صحيح تكتب همزة القطع في ماضي وأمر الفعل الخماسي خطأ لأنه الفعل الخماسي كنكتب همزة الوصل بحال لاش بحال اشترك عبارة الموالية تحدف همزة ابن إذا وقعت في أول السطر لا خطأ دائما منك تقع في أول السطر تكون بالهمزة دي الابن بحال لاش بحال ابن تشافين هذا المثال هذا تكتب همزة ابن إذا وقع بينهما وبين العالمين فاصل صحيح دائما تكتب ما بين يعني لو قع ما بين عالمين فاصل بحال لاش بحال هنا علي ابن التاجر مصطفى صحيح نعم الآن غديندزو إلى التعبير الكتابي والشكل لاحظوا معي إذن المجال الرئيسي الثالث الكتابة اللي كيخس المجال الفرعي الأول الشكل والمجال الفرعي الثاني التعبير الكتابي ندزو للشكل برجعو للنص باش نشكلو إذن اشكلو شنو قالوا لنا نشكل ما تحتهو سطر نعم إذن أصبح العالم اليوم كقرية صغيرة تزدحم بأنواع البشر الذين يختلفون في الأفكار واللغات والديانات وطريقة الحياة كلهم منا يجب أن يضع في المضارع منصوب بأن أن من النواسط نعم يضع في ذهنه أنه واحد من أهلها فكما يريد أن يعيش حرا ولا يقبل ولا يقبل المضارع نعم هنا لا نافي يقبل بتدخل أحد في أفكاره ودينه وطريقة حياته التي ورثها عن ثقافة أجدده فإن الآخرين الذين يختلفون عنه يريدون الشيء النفسه وكي لاحظ وكي فعل مضارع وكي يعيش فعل مضارع منصوب بكي نعم إنها من النواسط كذلك أداة نصب وكي يعيش الجميع الجميع وكي يعيش الجميع بسلام بسلام فهم محتاجون إلى التفاهم وعدام التدخل في حياة بعضهم وليس إلى العداء والصراعات إن احترام الآخرين بعد يعد أساسا للتعايش والتسكن وهو لا يحتاج إلى شعارات تردد في كلمات وإنما لأسلوب في الحياة يقوم على الرضا وقبل الاختلاف عندما يقتنع كل فرد منا بهذه الحقيقة يمكن أن يتحقق عندي أن منصوب ذات نصب أن يتحقق السلامة في هذا العالم ندرسوا الآن التعبير للكتابي التعبير للكتابي ما غاديش نكتب معاكم التعبير للكتابي أن الفيديو غادي جي طويل بالزب فقط غادي نعطيكم بعض الملاحظات باش تكتبوا تعبير كتابي جيد وتجيبون الطام زينة إذن لاحظت لاحظت أن أحد أصدقائك لا يحافظ على ملافق المدرسة فذكرته وأنت تحاوره بواجب المواطن في المحافظة على الممتلكات الأمن أكتب واكتبي هذا الحوار في عشرة أسطر موضح لصديقك السلوك المدني الإيجابي محترما مهارة كتابة حوار ذهنة كتابة حوار كتابة ماذا؟ حوار بنسبة لكتابة حوار فيه بزاف دي الأمور يجب احترام الشكل احترام شكل الحوار سؤال جواب سؤال جواب مثلا كذلك علامات الترقيم علامات الترقيم الفاصلة وكذلك علامة الاستفهام كذلك علامة التعجب كذلك النقطتين كذلك المعقوفات الأقواس كذلك إذن كلها علامات الترقيم وكذلك الأسلوب خصوه يكون واضح وجدد إذن كتابة حوار يجب الحفاظ على الشكل يعني يكون كين محاور ومجيب عن الأسئلة كين سؤال جواب المحاور يسول وذلك اللي كان سوله واللي يجاوب وكذلك يجب احترام علامات الترقيم أثناء طرح السؤال يجب انتئاء بعلامات الاستفهام الجواب بنقطة إلى غير ذلك إذن بهذا سنكملت لفيديو دي اليوم اللي كان يخص الاختبار موحد المحل اللي ننشادت دروس ابتدائية مادة اللغة العربية يناير 2023 كنتمنى انكم تزيدوا الدعم وقناة تابويت مع السيد محمد البخاري بيشارك وضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كان قدم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته